في الثامن من مايو اليوم العالمي للثلاسمية تركز المنظمة العالمية للثلاسمية في هذا العام الفين واربعة وعشرين على الدعوة إلى عالم يضمن فيه كل فرد مصاب بالثلاسمية الحصول على التشخيص المناسب وخيارات العلاج الحالية والمستقبلية والرعاية الشاملة للمرض بغض نظر عن موقعه أو ظروفه الاقتصادية فما موقع مرض الثلاسمية في اليمن من هكذا هدف ودعوة عالمية تساؤلات مبعثها الدوافع الإنسانية بعيدا عن كل الحسابات السياسية فما يعاني منه مرض الثلاسمية يفرض أن تكون لهم الأولوية أولوية الرعاية الحالية والحلول المستقبلية الإصابة بالثلاسمية الذي يعتبر اضطرابا وراثيا في خلايا الدم وتكون له أعراض تنهي كل مريضة وتثقل كاهل أسرته مع الاحتياج إلى علاج مستمر ورعاية دائمة مدى الحياة توجب التوقف أمام سبل الوقاية وتوفير أسباب العلاج لكن الجمعية اليمنية لمرض الثلاسمية والدم الوراثي كانت قد أعلنت في فبراير من العام الماضي وفات تسعة من مرض الثلاسمية بصنع معظمهم من الأطفال بسبب عدم الأدوية الأساسية وحذرت الجمعية من دخول أصناف مهربة إلى السوق المحلية تهدد حياة المرضى فيما كشف تقرير سابق لمنظمة مكافحة الاتجار بالبشر عن قائمة سوداء بأسماء 71 من قيادات الميليشيا تتاجر بالأدوية المهربة أما ما يبدو أكثر غرابة وفق عاملين في المجال الصحي فيتمثل في ضعف فعالية الدور الرسمي وعدم وجود مراكز تخصصية في مناطق محررة وهو ما يوضيف لمعاناة المرضى مكابدة مشقات السفر إلى العاصمة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية فيما واجب الشرعية إنقاذ المرضى هناك وإنقاذ جميع المرضى على امتداد الجمهورية